بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة نعيش اليوم مع لقاء جديد في سلسلة الدفاع عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم نحن ندافع عنه بالعلم نظهر الدقة العلمية في كلامه عليه الصلاة والسلام وأنا بنظري هذا أبلغ رد على من يسيء لهذا الحبيب عليه الصلاة والسلام لأن الإنسان أيها الأحبة متى يستخدم أسلوب الإساءة عندما يفلس أنت متى تلجأ للضرب والعنف والاستهزاء والسخرية والإساءة لشخص عندما تفلس علميا ليس لديك ما تقوله ليس لديك ما تقوله ضد هذا النبي الرحيم الذي شهد برحمته كل المستشرقين وحتى القساوسة وحتى كثير من الأحبار أحبار اليهود وكثير من المستشرقين الحاقدين على الإسلام لم يستطيعوا أن يهربوا من حقيقة أن هذا النبي هو الأكثر رحم على الإطلاق لأن لديه أحاديث كلها مفعمة بالرحمة مجرد أن تفتح القرآن أول آية تقرأها بسم الله الرحمن الرحيم فيها يعني 50% يعني هي أربع كلمات لو تحدثنا بلغة الأرقام 50% منها رحمة نصف هذه الآية التي هي أربع كلمات يعني لدينا كلمتان الرحمن الرحيم هما رحمة الله سبحانه وتعالى فيهما رحمة الله عز وجل فهذا الكتاب مليء بالرحمة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مليء بالرحمة سلوك هذا النبي مليء بالرحمة كم من أعرابي أساء للنبي فكان النبي رحيما به كم من يهودي أساء له فرحمه وتسامح معه وغفر له أهل مكة جميعا أو معظمهم الذين أساءوا للنبي وقتلوا من المسلمين وهجروه واستهزأوا به وفعلوا كل شيء على الرغم من ذلك عندما عاد فاتحا منتصرا قويا وكانوا هم أقلة بين يديه قال اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى عنهم عفى عنهم أيها الأحب هذه الحقائق لا يمكن لإنسان أن ينكرهم مهما حاول لذلك عندما أرادوا أن ينتقدوا هذا النبي لم يجدوا شيئا فلجأوا إلى هذه الرسوم المسيئة عرفتم المعادلة لجأوا إلى يعني وضع الإنسان المفلس ليس لديه شيئا لذلك نحن إذا أردنا أن ندافع عن هذا النبي أفضل أفضل طريقة أن نظهر إعجاز هذا النبي إجتماعياً ولغوياً وبيانياً وعلمياً وفي علم النفس وفي كل المجالات أيها الأحبة وكالة ناسا درست حالة الطقس ووكالة جيولوجيا الأمريكية أيضاً يو اس جي اس درست المناخ والطقس وتوزع الأمطار على الأرض ماذا وجد العلماء يعني منذ يعني في القرن العشرين والحادي والعشرين وجدوا سبحان الله كأن هناك نسبة لكمية الأمطار الهاطلة على الأرض كل عام هذه النسبة أو هذه الكمية كمية الماء التي تنزل كل عام شبه ثابتة ولكن على مدار ماذا على مدار العام يعني مثلاً نحن في عام 2019 نزلت كمية محددة من الأمطار يتم قياسها بالكيلومتر المكعب في سنة 2020 نتوقع أن تنزل تقريباً نفس الكمية معدل نفسهم في 2018 تقريباً معدل نفسهم طيب هذه الحقيقة اليوم نحن نستطيع أن ندركها بالأرقام وبالقياسات الدقيقة وهذه الحقيقة يستحيل على بشر معرفتها في القرن السابع الميلادي حيث كانت الأمطار من الممكن أن تنقطع عن الجزيرة العربية لعدة سنوات ولا تستطيع أن تعلم أن هناك أمطار في منطقة أخرى من الأرض لا تستطيع أن تعلم أن هناك أمطار مثلاً في أستراليا لا يستطيع الإنسان لا يوجد وسائل اتصال لا يوجد خرائط للأمطار لا يوجد معدلات لهطول الأمطار لا يوجد أي شيء وبالتالي من المستحيل على إنسان أن يتنبأ بهذه الحقيقة أنا سأقول لكم كعادة الحقيقة العلمية باختصار وسأقول لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وستجدون التطابق الكامل بما يشهد على أنه رسول الله الحقيقة العلمية تقول أحبة في الله إن معدل الأمطار شبه ثابت سنوياً معدل معدل كمية الأمطار النازلة لها معدل متوسط أو متوسط معدل كمية الأمطار يكون تقريباً ثابت من سنة إلى أخرى لا يتغير كثيراً هو يتغير يومياً يعني تجد أن معدل نزول الأمطار كل يوم مختلف عن اليوم الثاني حسب الفصل يعني يتبع نوع الفصل درجة الحرارة يتبع المكان أيضاً هناك أماكن جافة في العالم ربما سنوات لا ينزل فيها مطر وهناك مناطق تجد شبه ليلة النهار أن ينزل فيها المطر سبحان الله إذن أحبة في الله المعدل العام السنوي تقريباً هو ذاته على مدار العام النبي صلى الله عليه وسلم كيف صاغ هذه الحقيقة العلمية في زمنه في زمن العقول لم تكن تستوعب على فكرة لا يمكن أن تستوعب هذا الكلام ولكن النبي جاء به وهذا رد على أحد الملحدين الذي قال أو المشككين يعني هو يدعي أنه مؤمن قال ما هو الجديد الذي جاء به النبي سنقول لك هذا الحديث وهو الجديد لم يكتشف إلا حديثاً النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مرفوع طبعاً عن ابن عباس ما من عام بأمطر من عام صلى الله عليه وسلم انظروا إلى البلاغة البلاغة النبوية ما من عام بأمطر من عام لا يوجد عام أكثر مطناً ولكن الله يصرفه في الأرض أو يصرفه في الأرض يصرفه يعني يوزعه تماماً مثل وكالة ناسا وكالة جيولوجيا الأمريكية ماذا تقول وغيرها من وكالات العالم يقولون هناك خريطة لتوزع الأمطر تجد أن منطقة فيها كمية كبيرة من المطر منطقة ليس فيها مطر كذا هناك خريطة عامة النبي عبر عنها بكلمة يصرفه أي يوزعه في الأرض كيفما شاء سبحانه وتعالى طيب يعني أنا أود أن أقول لكم أيها الأحبة حتى الصحابة فهموا هذه الحقيقة العالمية استناداً لآية قرآنية أيضاً وأنزلنا من السماء ماء طهورة لنحيي به بلدة ميتاً ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسيا كثيرة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ولقد صرفنا يعني وزعنا هذا الماء بطريقة دقيقة متوازنة تخضع لقوانين محكمة ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورة تصورهم من اكتشف خرائط توزع المطر وعندما يأتيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكفرون به ويقول هذا أساطير طيب هل هذا الكلام إذا جاء من 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 جامعات عالمية نقول عنه حقائق علمية وإذا جاء من هذا النبي الكريم نقول عنه أساطير ما لكم كيف تحكمون أيها الأحبة ابن إسحاق وابن جريج ومقاتل ابن مسعود يقول في الحديث المرفوع ليس من سنة بأمطر من أخرى طيب يا أخي هذا الكلام لابن مسعود أين جاء به أين جاء به هذا العلم في زمن كانوا يعتقدون أن هناك مناطق لا ينزل فيها المطر ليس مناطق يظنون أن الأرض كلها ليس فيها أمطار لأنك أنت ليس لديك وسائل اتصال لتعرف أن هذه المنطقة التي تعيش فيها الآن والتي ليس فيها أمطار ليس لديك وسيلة أن يخبرك شخص على بعد ألاف الكيلومترات أن هناك أمطار عندهم ليس هناك وسيلة فكان الناس فكان الناس يظنون أن السنة الجافة جافة بالنسبة للأرض كلها انظروا كيف كيف يعني قال سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه ليس من سنة بأمطار من أخرى ولكن الله قسم هذه الأرزاق فجعلها في السماء الدنيا يعني أقرب شيء لنا من السماء الدنيا الغلاف الجوي وهو ضمن الغلاف الجوي هناك الغيوم والأمطار في هذا القطر أو في هذا القطر ينزل منه كل سنة بكيل معلوم ووزن معلوم يتحدث بلغة المقاييس ولغة الأوزان أي هناك وزن محدد للمطر ينزل والله هذه دقة اليوم أنا يعني إذا ذهبت إلى وكالة الجيوروجيا الأمريكية أتمنى أن أن تفتحوا على الإنترنت وتكتبوا معدل توزع الأمطار السنوي ستجدون أن هناك في كل بلد هناك كمية محددة تنزل مخصصة لهذه البلد سبحان الله بكيل معلوم ووزن معلوم يعني أنا هذا الحديث حقيقة أعجبني بكيل يعني حجم معين ووزن يعني كتلة هناك فرق بين الحجم والكتلة هناك حجم محدد من الأمطار ينزل وله وزن محدد طيب ما الفرق بين الوزن والحجم نحن نعلم أيها الأحبة أن الماء كثافته ليست واحدة يعني كثافة الماء المالح أعلى من كثافة الماء العذب كثافة الماء الساخن أقل من كثافة الماء البارد يعني هناك معادلات معروفة بالنسبة لمن يدرس علم المياه وبالتالي الكمية التي تنزل على بلد درجة الحرارة فيه مرتفعة يكون حجمها أكبر من وزنها لاحظتم لأن الحجم الماء يتمدد فوق أربع درجات مئوية يتمدد مع الحرارة فيصبح حجمه أكبر من وزني في بلد مثلا درجة الحرارة تقترب من الصفر يكون حجم الماء يعني الكيل كيل المعلوم هذا أقل يعني أقل من البلد في الدرجة الحرارة المرتفعة يعني كلما نزلت درجة الحرارة يقل حجم الماء هنا عبر بطريقة رائعة ينزل منه كل سنة بكيل معلوم يعني حجم معلوم ووزن معلوم وإذا عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم فإذا عصوا جميعا صرف الله ذلك إلى الفياف والبحار رواه الحاكم طيب بالله عليكم يعني هذا قول سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه وطبعا هذا القول أخذه من النبي لأن الصحابة ليس لديهم وحي وكل العلوم لديهم أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك هو يرفع هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام طيب من الذي أخبر النبي أن هناك فرق بين الكتلة والحجم من الذي أخبره أن هناك كمية محددة تنزل في كل بلد كل عام بشكل يعني محدد ما الذي أخبره أن كل سنة هناك معدل ثابت للأمطار والله أيها الأحبة إن هذا الحديث هو أبلغ رد أبلغ رد هذا الإعجاز النبوي الشريف على من يستهزئ بهذا النبي ومن يدعي أن هذا النبي جاء بالأساطير نقول هذا الحديث فيه معلومة جديدة لم تكن معروفة في القرن السابع الميلادي جاء بها النبي لتثبت صدق نبوته في هذا العصر صلى الله عليه وسلم إن شاء الله نلتقي في يعني لقاء قادم قريبا إن شاء الله نتناول إعجازاً علمياً نبوياً واضحاً في كلامي عليه الصلاة والسلام يشهد بأنه كما قال ربه عنه وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر